السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في اللامتابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الزجاج في المنام حسب لونه سوف أوضح كل لون زجاج وماذا تعني رؤيته أولاً الزجاج الملون في المنام رؤية الزجاج الملون في الحلم تعني قصرة التنويع والمشارقة بالأنشطة المختلفة ووجود تغيرات وتطورات هامة ومتنوعة في حياتك وتعني وجود عدد من المنافقين أيضاً ملتفين حولك الزجاج الأخضر في المنام فهو يرمز إلى حياة الأمان والراحة التي يعيشها الحالم وأن أحوال المادية والنفسية مستقرة ويمتلك قلباً نقياً ونوايا صفية وربما كان الحالم يعيش حالة حب دون أن يدري الطرف الآخر به تفسير رؤية الزجاج الأحمر في المنام الزجاج الأحمر في الحلم يعني الحب والغرام والعاطفة والمشاعر الجياشة والإنجراف وراء الأحاسيس مع تهميش دور العقل الزجاج الشفاف في المنام رؤية الزجاج الشفاف في الحلم تدل على الوضوح والحساسية والشفافية والعواطف المرهفة أو وجود حواجز بين الحالم وبين الناس ومن الصعب توافق الآراء بينهما الزجاج أو البلور الأبيض في المنام فترمز رؤية الزجاج أو البلور الأبيض في المنام إلى اتخاذ القرارات الصائبة والتصرفات الصحيحة والسلوك السليم والتفكير الواعي وقدرة الحالم الكبيرة على التعامل مع الناس وحل المشاكل وفض الخلافات والنزاعات بعقر وحكمة والزجاج الذي باللون الأصفر في المنام لا يحمد رؤياه ويشير للمرض والأزمات المادية الصعبة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا